نحن في وقت نوفمبر والدسمبر عام 2022 سمعنا بالذكاء الاصطناعي وكانت ثورة الدكاء الاصطناعي خصوصا برنامج اسمه ChatGPT فلما سمعت بهذا البرنامج قلت خليني أدخل على اليوتيوب وعلى منصات السوشل ميديا وأشوف إيش هو هذا الدكاء الاصطناعي إيش هو هذا ChatGPT بالخصوص؟ نحن كنا نعرف الدكاء الاصطناعي بس ChatGPT غير مفهوم الدكاء الاصطناعي بشكل جدري فدخلت عملت أبحاث بالأخص كيف تعمل فلوس يعني كيف تكسب فلوس من الأنترنت عن طريق الدكاء الاصطناعي فوجدت طرق عديدة المحتوى اللي أقدم أنا هو محتوى من ناحية رياضة الأعمال رياضة الأعمال من ناحية كيف تكسب من الأونلاين يعني من العالم الافتراضي والعالم الأنترنت لأنه في shift يعني انتقال من العالم الواقعي للعالم الأنترنت والناس اللي كانوا يبيعون في العالم الواقعي الآن يبيعون كثيرا في العالم الأنترنت فأنا أتكلم على هذا الشيء لأنه عليه إقبال كثير ويساعد الشباب كثيرا عشان يعني يشتغلون في العالم الافتراضي وفي العالم الأنترنت بدون أنهم يعني يمرون من نفس المصاري اللي أبائنا وأجدادنا مروا منه وكثير من الشباب يعني ينجحون في هذا المسألة هذه بس تحتاج شغل لازم إنسان يشتغل لما جاء الذكاء الاصطناعي استغلنا الذكاء الاصطناعي لكي من ناحية البحث وحتى من ناحية الأدتين من ناحية البحث من قبل كنا يعني لما نبحث على موضوع نمشي لجوجل ونمشي ليوتيوب فيديوز ومصادر أخرى ونبحث كثير عشان ناخد المعلومة ونستنتج الاستنتاجات اللي نستنتجها الآن لما جاء الذكاء الاصطناعي بس تمشي مثلا نتشع GPT وتقول له يعطيني عشرة أفكار كيف أعمل فلوس من الأنترنت باستعمال أتي ولا باستعمال مرش بأمازون ولا باستعمال شع GPT هو يعطيك أفكار كثيرة مثلا أنا دخلت وقلت له أعطيني عشرة طرق كيف أعمل فلوس ولا أكسب فلوس من شع GPT هو قال لي ممكن تعمل بلوك أرتيكولز يعني مدونات تمشي الفايفر وتعمل يعني سيرفيس ولا خمسات وتعمل سيرفيس ولما يشتري من عندك الزبون تمشي لعن شع GPT وتدخل هذك المعلومات اللي الزبون عاوزها وشع GPT يعطيك الجواب ونت تعدل عليه شوية وتعطيه للزبون المسألة يعني رجعت سهلة بكثير لازم أنك تتماشى مع التكنولوجيا مش تتجاهلها نعم الذكاء الاصطناعي متطور ولكن مش متطور لدرجة أنه ما يعمل أخطاء لازم أنك تستعمل عقلك اللي ربنا أعطاه لنا ونحلل الـ content اللي أعطاه لنا الذكاء الاصطناعي مثلاً ممكن يعمل خطأ ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة وانت لازم تحدد فين كين هذا الخطأ وتغير أسلوب الكتابة من ناحية جملة ولا جملتين هذا اللي ألاحظه يعني من ناحية الشغل اللي إحنا بنشتغل يعني لازم تتماشى معاه وتحاول تجبر ولا تلقى يعني العيوب يعني غير مسائل هنا وهنا ويكون خير بس على العموم إحنا وجدنا أنه يعني ينقص شغلنا بنسبة ولا الوقت اللي نعطيه في شغلنا بنسبة 90% يعني يساعدنا كثير أول حاجة تمشي لتشات جي بي تي تشات جي بي تي من أحسن AI سوفيسز والبلاتفورمز منصات اللي ممكن تستعمل خذ لك أكاونت افتح حساب هناك فيه بالفلوس وفيه بدون فلوس في الأول بدأوه بالفلوس بس الآن في يعني بس انت ستعمل للي بدون فلوس بدون دفع وقل له how can I become a YouTuber how can I start creating content كيف أصبح صانع محتوى وهو يعطي لك أفكار فكرة وارا فكرة فكرة وارا فكرة وتقول له يعني ممكن أنك تعمل معاه conversation يعني محادثة هذا اللي شيء مميز في تشات جي بي تي هو أنك ممكن أنك تعمل معاه محادثة لأنه هو يتفكر إيش قال لك وأنت إيش قلت له فمهمة هذه المسألة واستفد منها ويعني أكتب في النوت بتاعك كيف تعمل كذا وكذا وكذا ومشي اليوتيوب وأعمل نفس الشيء كيف أعمل كذا كيف أعمل كذا وشوية بشوية وأهم حاجة هي أنك تعمل practice يعني تطبق هذا المسائل اللي يعطيك الذكاء الصناعي ويعطيك يوتيوب وتفرج في هذا صانع المحتوى وهذا صانع المحتوى وشوية بشوية لما تعمل practice وتطبق ترجع تفهم في كيف أنك يعني ممكن تبدأ وعن طريق التطبيق حتمشي بعيدة إن شاء الله شوية بشوية كيف نقول في المغرب نقطة بنقطة يحمل لواد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر